بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهدات المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ويسر لنا السير على صراطك المستقيم ومنهجك القويم ومعتقدك السليم بكرمك يا أرحم الراحمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك من مجالس شهر محرم الحرام غرة العام الهجري الجديد 1445 وهذه الحلقة الجديدة من برنامج هجرة النور اليوم هو التاسع من شهر ذي الحجة الحرام عفوا اليوم هو التاسع من شهر محرم الحرام اليوم هو يوم تاسوعاء اليوم الذي هو عشية يوم عاشراء غدا هو يوم عاشراء المعظم أحد أعظم أيام الله سبحانه وتعالى في دهره الفرق بين يوم تاسوعاء ويوم عاشراء أن يوم عاشراء يوم النبوي كانت فيها حوادث للأنبياء السابقين لعدد من الأنبياء السابقين ابتدأت بآدم عليه السلام وسنذكرها إن شاء الله وانتهت يعني انتهاء بتقديس النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم فهو يوم تقدسه أغلب الأمم تقدسه أغلب الأمم وأما تاسوعاء اليوم الذي نحن الآن فيه فهو خصيصة أمتنا تاسوعاء خصيصة أمة الإسلام فما قصة تاسوعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشراء قبل أن يشرع لنا صيام رمضان قبل أن ينزل الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام رمضان فرض ما كان يصومه قبل أن يشرع الله تعالى لنا وجوب الصيام في رمضان ما كان أحد يصوم رمضان لم يكن لرمضان يعني ميزة على غيره لأنه ليس من الأشهر الحرم فليس له ميزة إنما عظم لما نزل فيه الفضل والصيام وأنه شهر الله تعالى وإلى آخره فلم يكن يصومه عليه الصلاة والسلام تكريمه أنه نزل فيه القرآن في بداية الأمر إلى أن شرع الله تعالى لنا الصيام بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيناتي من الهدى وفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه خلص شر على ناوى قدس وعظم وصار شهر أمتنا قبل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم عاشراء فقط وكانت العرب تصومه كانت العرب تصومه لماذا؟ لأنه كما قلنا يوم النبوي فلعل هذا من العادات الموروثة من بقايا الشعائر الإبراهيمية العرب رغم عبادة الأوثان كان عندهم شيء من الشعائر الإبراهيمية عندهم الحج إلى الكعبة الطواف والسعي والهدي وهذه المناسك التي أقرها الإسلام لكن مع صيغة جديدة وكان عندهم تعظيم الأشهر الحرم كما ذكرناه في حلقة موسمة سابقة كان عندهم بعض الموروثات الإبراهيمية فمنها صيام وتقديس وتعظيم يوم عاشراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصومه وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصيامه وكان يتحراه بمراقبة هلال المحرم وإلى آخره كان يتحراه بالصيام حتى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرى يوماً لصيامه كتحره لعاشراء وما رأيته فضل يوماً عليه يعني يعظم هذا اليوم كثيراً عاشراء الذي هو يكون غداً هذه اليوم هو ليلة عاشراء غداً عاشراء وكان يقول عليه الصلاة والسلام صيام عاشراء أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله فما الصامع عاشراء كل سنة سيكون في دورة مستمرة من المغفرة صيام يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر ذنوب سنتين وصيام يوم عاشراء أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة العام الذي قبله طيب فما قصة تتاسعاء هذا الكلام كله في عاشراء غداً اليوم العظيم اليوم المكرم اليوم النبوي وسنتكلم غداً عن الأحداث التي وقعت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في يوم عاشراء النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه حتى روي أنه كان واجباً على أمتنا صيام عاشراء قبل أن يفرض رمضان ففرض رمضان فنسخ صيام عاشراء وصيام عاشراء الآن هو ليس فرضاً لكن بقي النبي صلى الله عليه وسلم يصومه استحباباً إن لم يكن فرضاً فهو مستحب صيامه مستحب طيب وكما قلنا يكفر ذنوب سنة ماضية النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة كما تعرفون مكة ليس فيها يهود وليس حولها يهود كلهم عرب ومحاطون بالعرب وهم يعني من عباد الوثن وفيهم بعض أهل الكتاب من العرب ممن دخلوا في الديانات كورق ابن نوفل كان حنيفياً على المنة الإبراهيمية ثم تنصر حاتم الطائي ملك طي زهري بن أبي سلمة كانوا نصارى لكنهم ليسوا من من البني إسرائيل عرب لكنهم اتبعوا تلك الأديان عموماً هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة المدينة فيها يهود في داخلها وفيما حولها ففي داخلها كان بني قريضة وبني قينقاع وبني النظير وكان قرب المدينة في أكنافها يوجد نصارى نجران وعلى أطراف المدينة خيبر يهود خيبر كان فيها يعني من أهل الكتاب كانوا يصومون عاشراء لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم يعني لا يسألوا عنهم ليس منشغلاً بعباداتهم أعطانا الله تعالى عبادة ولكم دينكم وليدين في آخر سنواته صلى الله عليه وسلم وفي آخر سنة منهم كان عليه الصلاة والسلام صائماً في آخر محرم يقضيه يعني في السنة الحادي عشر من الهجرة كان صائماً صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن اليهود يعظمون هذا اليوم يقولون إنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون وجنده ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أولى بموسى منهم لإن عشت إلى قابل أو لإن بقيت إلى قابل لأصمن التاسع والعاشر إذن صيام العاشر باقي لماذا يقول اليهود يعظمونه ونحن مأمورون بمخالفة اليهود نعم مأمورون بمخالفة اليهود في ضلالاتهم أما كون هذا اليوم تابعاً لموسى هل عندنا مشكلة نحن مع موسى نحن عندنا مشكلة مع اليهود لأنهم حرفوا التوراة نحن عندنا مشكلة مع النصارى لأنهم حرفوا الإنجيل ولأنهم اتخذوا أرباباً من دون الله قالت النصارى عيسى بن الله وقالت اليهود عزيرون بن الله وتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً فنحن ليس عندنا مشكلة مع الأنبياء حب الأنبياء فرض علينا من يبغض أي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو كافر عندنا في شريعتنا وليس هذا فقط نحن ليس فقط نحب الأنبياء بل نحن أولى بالأنبياء ممن يزعمون اتباعهم من أولى بموسى الذين حرفوا كتابه ومنهجه أم الذين اتبعوه بلا شك الذين اتبعوه ونحن اتبعنا موسى وآمنا بالله وبكل ما جاء بكل ما أنزل على موسى موسى أخبرنا بأنه سيأتي من بعد عيسى فآمنا وعيسى قالوا مبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فآمنا لكن هم لم يؤمنوا بأنبياء خالفوا أنبياءهم ومحرفوا كتبهم ليشتروا بها ثبناً قليلاً فمشكلتنا معهم بسبب تحريفهم لشاعر الله تعالى أما الأنبياء فهم سادتنا ونحن أمة لا نفرق بين أحد من رسله فصيام عاشراء شأنه شأن الطواف والسعي بالطواف نحن نقلد من؟ إبراهيم وإسماعيل بالسعي نقلد من؟ نقلد هاجر فبالصيام نفرح لمن؟ نفرح لنجاة آدم ونوح وإبراهيم وموسى كما سنتكلم عنها غداً إن شاء الله فنحن أمة لا نفرق بين أحد من رسله كلهم سادتنا وشرعهم شرعنا إلا ما نسخته شريعتنا طيب فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منهم بمعنى خلاص نبقى نصوم عاشراء ليس عندنا مشكلة يوم نجى الله تعالى به موسى من فرعون نحن نشكر الله أن الله نجاوسى نحن نشكر الله موسى نبينا وسيدنا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فنحن أيضا نشكر الله تعالى بأن نصوم يوم عاشراء ثم قال عليه الصلاة والسلام لإن عشت أو لإن بقيت إلى قابل لأصومنا التاسع منه يعني يصوم التاسع مع العاشر لماذا؟ ليكون التاسع خصيصة لنا لنتميز عن اليهود لنخالف اليهود نصوم يوما معهم هم يصومون يوما واحدا نحن نصوم يومين في رواية أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده إما يوم قبله أو يوم بعده إذن هناك حكم من صيام يوم تاسعاء طبعا تاسعاء أو الحادي عشر تاسعاء هو اليوم التاسع اليوم والحادي عشر الذي يكون بعد الغد يكون يوم السبت وطبعا عاشراء هذه السنة سيكون يوم جمعة نصومه؟ نعم نصومه عندما نقول يكره إفراد الجمعة بالصيام إذا لم تناسب مناسبة فاضلة إذا جاءت في يوم عرفة أو جاءت في يوم عاشراء نعم نصومها وإن كانت منفردة نصومها وإن كانت منفردة ربما إنسان يقول أنا لا أستطيع أن صمت سعاء وعاشراء وأراد أن يصوم عاشراء فقط لا مشكلة أكملها أن يصوم الإنسان عاشراء ويوما قبله ويوما بعده الدرجة الثانية من الفضل أن يصوم عاشراء ويصوم يوما قبله أو يوما بعده يوما قبله الذي هو اليوم أو يوما بعده الذي هو بعد الغد يوم السبت ومن لم يستطع من كل ذلك فأفضل هذه الأيام الثلاثة بالله شك هو يوم عاشوراء يوم الجمعة غدا إن شاء الله يوم عاشوراء ومن أراد من لا يستطيع أن يصوم إلا يوما واحدا فعليه بصيام يوم عاشوراء المعظم نعم وكما قلنا صيامه يكفر ذنوب سنة جت عدلة جمعة لتذرع لي بالدوام لتذرع لي بالعمل جمعة أخذ لك استراحة أخذ لك هاليوم استراحة الدنيا حارة واحد يقول حارة ودوام جمعة الله يسر وإجاء جمعة ماكو دوام أقعد بالبيت استراح خليكون فرصة للقاء بالأهل أو على هالتبريد وإذا طفتها الكهرباء بر جسمك بالمي هي خلصانة ترى نهاره خلصان لكن في ثواب تكفير ذنوب سنة كاملة سنة كاملة حملنا فيها من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى تفنى كلها بصيام هذا اليوم في النهاية ستجد الفرح والجمال بالماء البارد عند غروب الشمس طيب إذن الميزة الأولى أو السبب الأول للصيام تاسعاء هو مخالفة اليهود الذين حرفوا شرائع الله سبحانه وتعالى ولتكن خصيصة لنا نحن أمة الإسلام والسبب الثاني كما تعرفون أيها الأخوة اختلاف المطالع اختلاف مطالع الهلال فربما وقع في سنة من السنوات توهم في إدراك عاشراء توهم في إدراك عاشراء يتقدم يوما يتخلف يوما فإذا صمنا يوما مع إذا صمنا يوما مع عاشراء سنكون قد أدركنا عاشراء بلا شك لكن عموما خلص يعني هو يوم عاشراء بما قرر في البلد هو إن شاء الله يكفي في الصيام والعهدى على السلطان في ذلك فأيها الإخوة الكرام هذه أيام عظيمة أيام عظيمة تاسعاء عاشراء هي بالأصل في شهر المحرم وشهر المحرم من الأشهر الحرم وشهر المحرم أيضا الصيام فيه مفضل على كل السنة عدى ربضان لقوله عليه الصلاة والسلام ما من صيام بعد رمضان حب إلى الله من صيام شهر الله المحرم سماه شهر الله وأفضل المحرم هو يوم عاشراء ثم يوم متاسعاء ثم أيامه البيض فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من نومكم صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا أكرر نهيب بكم لا تضيعوا يوم عاشراء إنها أيام الله تعالى غدا سيكون لنا كلام في عاشراء والمناسبات التي حصلت فيه والمكارم التي أكرم الله سبحانه وتعالى فيها أنبياءه المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين إذن اليوم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله لنترك وقتا للإجابة على ما وردنا من أسئلتكم نأخذنا فاصلا نستغلوا بالاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر الله والله جلس من ذكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 في الفيسبوك إذن نبدأ على بركة الله تعالى يعني نعتذر اليوم عن استقبال الاتصالات أخت تسأل تقول في الحلقات السابقة تعلمتم من برنامجكم أن الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فيه أجر عظيم جدا نعم في كل ثانية أكثر من مليارين حسنة الثاني الواحدة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل واحد منهم حسنة الآن أمة الإسلام كم تقبل مليارين فلو إنسان قال استغفروا الله للمؤمنين والمؤمنات ثانية واحدة بعددهم جميعا بل إذا نويت الأحياء والأموات يشمل كل تلك المليارات التي سلفت وذهبت من أهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا أجر عظيم بعمل يسير وقليل جدا تقول منذ أن سمعت هذا من برنامجكم صرت أستغفر كثيرا في اليوم أكثر من ألف مرة أستغفر للمؤمنين والمؤمنات يعني ألف مرة عادل تقريبا ألفين مليار حسنة اثنين تريليون حسنة يعني لك أجر عظيم اختي بارك الله فيك ثم تقول مرات أحيانا أستغفر وأنا لست منتبهي يعني لساني تعود عليها من كثرة الاستغفار في فراغي وفي وقتي هل آثم لأن اللساني يستغفر وأنا لست منتبهة لا أختي لست آثمة بالأكس في مثلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوصي أمته يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ينجع اللسانك رطبا بذكر الله كناية على أن الرطب هو الذي لا ييبس يعني بمعنى مستمر بالذكر هنيئا لك أختي أنت إن شاء الله لك هذا الوابل العظيم من الحسنات إضافة إلى أنك ممن ترطبت ألسنتهم بذكر الله تعالى وأنت من الذين قال الله تعالى فيهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا يعدل ذكر الله شيء ولا الجهد في سبيل الله هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم أخ يسأل يقول يعني شاهدونا استمري استمري بهذا الذكر حتى وإن كانت حتى إن كان اللسان يذكر وبالك ليس موجودا معه استمري على هذا الأمر وبارك الله فيك أجرك عظيم إن شاء الله هذا كله يثقل ميزان حسناتك إن شاء الله أخ يقول أو أخت هل زوج الخالة من المحارم أم هو أجنبي أجنبي بلا شك أجنبي بلا شك أيهما أقرب الخالة أم الأخت الأخت ورغم ذلك زوج الأخت أجنبي زوج الأخت أجنبي أما كونه يحرم عليه الزواج منك هذا التحريم مؤقت ولا يحرم عليه الزواج منك لكن يحرم عليه أن يجمع بينك وبين أختك أو أن يجمع بينك وبين عمتك أو بينك وبين خالتك حرمة الجمع بين الأختين قال تعالى وأن تجمع بين أختين إلا ما قد سلف لما ذكر المحرمات وبالنسبة العم والخالة ومثلها بنت الأخ وابنت الأخت يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة مع عمتها ولا مع خالتها وعلى هذا الموضوع إجمع فلا يجوز ذلك أما هو أجنبي نعم أجنبي أجنبي لو طلق خالتك أو توفيت يجوز له أن يتزوجك طيب هنا أخت تسأل تقول أنا لا أزال بنتا طبعا عندنا في العراق عندما نقول بنت يقول هاي بعدها ابنية يعني مو منزوجة المزوجة ما نقول عليها بنت وإلا هي كلمة بنت تشملها لكن عندنا في لهجة العراق هي ولا تقول أنا يقول أنا بعدني ابنية يعني أنا لست أنا لا زلت عزباء غير متزوجة زين أحيانا بعد الوضوء لا حياة في الدين تخرج مني إفرازات وغازات بكثرة هل تبطل هل تبطل الوضوء والصلاة إذا قصدت إفرازات مستمرة يعني ليست لا حياة في الدين ليست الرطوبة بالنسبة للرطوبة طاهرة لا تبطل الصلاة أما الإفرازات إذا كانت مثل السوائل طبعا هذه تبطل يعني تكون نجسة ويجب إزالتها لكن خروج من الخلاف من وجدت رطوبة لامست ثيابها فلتعد الوضوء لكن لا حاجة أن تغسل ثوبها لا حاجة أن تغسل ثوبها لأنها طاهرة لكن الإفرازات إذا تقصدين هذه السوائل التي تجري فهذه نعم نجسة ويجب غسل الثوب منها وليست الرطوبة وبالنسبة للغازات إذا كنت هناك الإنسان بصورة عامة رجال والنساء يكون عندهم غازات هو يستطيع أن يحبسها يستطيع أن يمنعها من الخروج لكن يتضايق هذا ليس مريضا هذا ليس مريضا يمكنك أن تتعالج يمكنك أن لا تأكل الطعام الذي يلجئك إلى هذا الأمر لكن هناك إنسان لا يستطيع حبس الهواء لا يستطيع أن يمنع الهواء يخرج دون القدرة على منعه هذا معذور يتوضأ مرة واحدة لكل وقت وحتى إذا خرج منه شيء فإن وضوءه صحيح وضوء يصلي به فرضا واحدا وما شاء من النوافل إيش قد ما يريد أن يصلي النوافل خلي صلي لكن يعني يتوضأ إذا دخل الوقت الآخر عندما نصلي صلاة قيام الليل أخون يسأل هل أقول نويته نصلي صلاة الشفع أم التطوع أم ماذا نقول قل ما تشاء لا تقول شيئا نويته نصلي الله أكبر نعم لكن صلاة الشفع لا ليس لها أصل الشفع والوتر هي صلاة الوتر ثلاث ركعات ركعتان شفع وركعة ووتر لكن كلها تسمى صلاة الوتر بالنسبة لصلاة الليل لا ليس لتشفع إن شئت أن تقول القيام إن شئت أن تقول صلاة الليل إن شئت أن تقول تطوعا وإن شئت أن لا تقول شيئا بالنسبة لصلاة النوافل يعني لا حاجة أن تطلق عليها نية معينة طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم لديه إخوة أو أخوات لا لا ليس لديه إخوة ولا أخوات هو كان الحمل الأول لسيدتنا آمنة كان الحمل الأول وأثناء الحمل توفي أبوه لما علمت بحملها كانت تنتظر أن يأتي أبوه عبد المطلب عفوا عبد الله بن عبد المطلب لتبشره لكن هو توفي نعم وسبح الله توفي في المدينة المنورة توفي كان في سفر في التجارة لأنهم سادت مكة والتجارة بيدهم فتوفي هناك ثم لما لحقته ذهبت لتزوره توفيت في الأبواء منطقة أيضا قريبا من المدينة المنورة علما يعني سبحان الله من كان يعلم بأن نبي صلى الله عليه وسلم أيضا سينتقل إلى الديار التي توفي فيها أمه وأبوه وهو من مكة وأبوه من مكة وأمه من مكة كله من مكة لكن قدر الله تعالى الجميع أن تكون وفاتهم في المدينة وقريبا من المدينة نعم عمما ليس له إخوة ولا أخوات صلوات ربي وسلامه عليه طيب يوجد عنده إخوة من الرضاعة إخوة من الرضاعة أما من النسب لا حمزة أخوه من الرضاعة وأبو سلمة الصحابي الجليل رضي الله عنه أخوه من الرضاعة الثلاثة رضعوا من ثويبة ثويبة كانت مولاة في بيت عبد المطلب يملكها أبو لهب ثم أعتقها بعد أن بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة ومن إخوانه من الرضاعة أيضا عبد الله والشيماء وهما ابناء السيدة حليمة السعدية رضي الله تعالى عنهم جميعا نعم وكل أخوان رسول الله من الرضاعة أسلموا وصاروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم طيب أخون يقول أريد أن تعليمني دعاء للرزق هو لا يوجد دعاء مخصوص للرزق لكن مما جربه ومما ورد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن قراءة سورة الواقعة بعد الفجر وهو وقت تنزل الرحمات وهو وقت توزيع الرزاق أنه يعني يجلب الرزق سورة الواقعة إضافة إلى ذلك النوم عن صلاة الفجر يذهب الرزق هو وقت توزيع الرزاق ووقت تنزل الرحمات لذلك مما ورد عن بعض السلث عجبت لقوم تطلع عليهم الشمس وهم نائمون أنا يرزقهم الله كأنما جاءك الرزق وأنت كنت نائما فلم تأخذ من حصتك صلاة الفجر أيضا من بركات الرزق كذلك قراءة أذكار الصباح بعد صلاة الفجر أيضا هذه تجلب الرزق ثم أدعو الله تعالى أن يفتح عليك أبواب الرزقه وتحرى أوقات الإجابة تحرى أوقات الإجابة ومن المواضع العظيمة لاستجابة الدعاء أن تدعو بالشيء الذي تريده أنت أن تدعو به لصاحبك أو لأخيك أو لإنسان آخر شو مدك؟ مدك تحج وليارب ارزق فلانا للحج خل فلانا حج يا رب تريد ولدا يا رب ارزق فلانا شوف لك واحد ما عنده خلفه ارزق فلانا الولد الصالح أنت تشوف نفسك تريد الرزق يا رب ارزق فلان وفلان وفلان وافتح عليهم أبواب الرزقك راح تجيك كل الدعوات اللي دعايتها لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله ملكا يقول له ولك بالمثل إذن أنت عندما دعوت لفلان وفلان وفلان هناك ملك دعا لك ودعوة الملك أرجى للإجابة من دعوتك ليش؟ إحنا شونا نرد دعواتنا غير الذنوب؟ الذنوب ولا الله ما عنده مشكلة بيانا ليش ما ستجيبنا؟ بس عندنا الذنوب تحول بيننا وبين الإجابة الملائكة ما عنده ذنوب يقول الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذن إذا تريد الملائكة تدعي لك بشي مرغوب هذا الشيء ادعي بي لإنسان آخر الملكة راح يقول لك لك بالمثل هذه طريقة جميلة لاستجابة الدعوات إن شاء الله والله إن شاء الله يفتح علينا وعليكم أبواب الرزقه هنا أخ عنده مناشدة يقول عمري 72 سنة أسأل الله تعالى لك طولا في العمر مع الصحة والعافية ومريض جسديا لدي زوجة وثلاث أطفال أسكن في بيت إيجار 250 ألف بـ 250 ألف دينار والمولد بـ 75 ألف دينار ويكملها الماء والكهرباء وباقي المصاريف للعلم أني أب لشهيد استلم راتب أربعمائة ألف وزوجة المطلقة أم الشهيد أم الشهيد مطلقة لزوجة اللي عندها ثانية زين أم الشهيد مطلقة أيضا تستلم أربعمائة ألف وزوجته زوجة ابن الشهيد الله يرحمه أيضا أربعمائة ألف لأن راتب الشهيد مليون ومئتين ألف فمقسميها على ثلاثة زين يقول تقسم على ثلاثة الطامة الكبرى أنني عندما أموت والموت حق ترجع هذه الأربعمائة ألف يعني ما ينقص راتب الشهيد إذا يموت هذه الأربعمائة ما تتواني تروح تروح على أمه وعلى زوجته تذهب إلى أم الشهيد التي هي طليقتي زوجته المطلقة وإلى زوجة الشهيد التي لم تخلف المطلوب من إدائي لحضرتكم يا علماء الدين أن تناشدوا بتصحيح القانون التابع للتقاعد ولو بفقرة لإنصاف الناس للعلم أن مطلقة ليست محتاجة وثرية المواطن أبو أحمد شوف أخي أبو أحمد بالنسبة للقوانين القوانين لا تعمل لحالات خاصة إنما تعمل إما للحالات العامة لكل الحالات أو للأغلبية غالبا يعني أنت زوجتك المطلقة تدقل حالتها المادية جيدة ومقهور ليش المئتين ألف ماتك رح تروح عفوا الأربعمئة ألف ماتك رح تروح مئتين ألف لطليقتك ومئتين ألف tabs لأرملت ابنك الله يرحمه هذه هذه حالة خاصة هنا أمه غنية الله فاتح لها وأبو أم طلق أمه وجوز أنت تنقهر مدك هذا المال يروح لعيالك مام مدك يروح لطليقتك لكن هناك أنت حالة خاصة حالة خاصة من أكثر من وجه حالة خاصة أن الأم والأب متطلقان حالة خاصة أن الأم ثرية ثلاثة أربعة شهداء أمهاتهم فقيرة وثلاثة أربعة شهداء لا تسعين بل من الشهداء أمهم وأبوهم ليس بينهم طلاق فإذا مات الزوج لمن يذهب يذهب لزوجته فهو لا يمكن أن يغير قانون لأجل حالة خاصة أو حالتين خاصتين لكن رغم ذلك نناشد ونقول بأن يكون هناك استثناءات ينظر مثلا هل الأم غنية أو فقيرة هل الأم في ذمة الزوج أم ليست في ذمة الزوج يعني يمكن أن يجلس خبراء القانون في هذه المسألة ليضعوا استثناءات أما أن يغير القانون كله لا لا أنا وأيد ولا حتى أنت توأيد حتى أنت لا توأيد هناك كثير من التسعون خمسة وتسعون ربما أكثر بالمئة من أمهات الشهيد ثكالة وفقراء طيب لكن نعم أنا معك في أن يكون في هذا القانون استثناءات طيب أخون يقول أو أخت أخت سمعت أن قراءة سورة البقرة بنية معينة حرام لا تجوز مثل أن نقرأ بنية الزواج أو النجاح لا هذا صحيح علما أننا سمعنا منك في البرنامج أنك تقول يجوز قراءة سورة البقرة وندعو الله تعالى بها لأمر معين طيب إذا كان أي القولين صحيح وإذا كان صحيحا هل يجوز أن أقرأ بنية النجاح مثلا ونجحت هل يعد نجاحي حرام إذا كان هذا العمل حرام نعم أنا قلت في حلقات سابقة وجه لي سؤال إنسان يقول أن أقرأ سورة البقرة بنية معينة قلت له ويجوز بعض الناس يقولون حرام نعم بعض الناس يقولون حرام ويقولون بدعة واحد يقول الصاحبة الله يرضى عنك اقرأ آية الكرسي ويدعي لي بيها أو اقرأ سورة البقرة ويدعي لي بيها طيب واحد يقول له لا بدعة لا يجوز حرام لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها حديث يعني ألا تستطيع أن تقول لا أعلم نصف العلم لا أدري يا أخي يقول ما أدري هل سنتحفظ على حديث كلها هل ستجيب لك حديث يثبت بأن هذا جائز روى الإمام الترمذي في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن واسألوا الله به اقرأوا القرآن واسألوا الله به يعني اقرأ القرآن البقرة قرآن آية الكرسي قرآن الفاتح قرآن أي سورة من سورة القرآن هي قرآن تمام واسألوا الله به شنو اشتفتهم من هذا الحديث اقرأ القرآن واتخذوا وسيلة لدعاء الله تعالى به يعني بما كانت عند الله بجاه هذا القرآن بما كانت القرآن بفضيلة القرآن من قال لكم يا سيد يا أخوان اتقوا الله في الفتاوى حرام عليكم حرام عليكم هذا طمس لسنة اقرأوا القرآن واسألوا الله تعالى به طيب ثم أليس هو من الأعمال الصالحة الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة بماذا نستعين على قضاء حواجنا بصلاتنا وبصبرنا طيب الحديث الذي قلناه مرارا حديث الثلاثة الذين دخلوا في مغارة ليناموا ثم سقطت عليهم صخرة فصار كل منهم يذكروا عملا صالحا لا على التعين منهم الذكر التعفف عن الزنا والآخر ذكر بر الوالدين والآخر ذكر يعني قصة قصة في غنم ربها لصاحبه ثم أرجعها له أمانة كان كل واحد منهم إذا ذكر قصة تحركت الصخرة إلى أن خرجوا جميعا نجاهم الله تعالى عندما استعانوا بأعمالهم الصالحة إذا لا خلاف بين أحد من أئمة المسلمين في أنه يجوز الاستعانة بالأعمال الصالحة على قضاء الحوائج وعلى مطالب الدنيا أو الآخرة فواحد يسأل هل يجوز أن أقرأ سورة البقرة بنية الزواج أو النجاح كما جاء في السؤال نعم يجوز والمغفرة يجوز والشفاعة يجوز والرحمة يجوز والرزق يجوز وأي شيء من أمور الدنيا والآخرة يجوز اقرأوا القرآن وعيدوا الحديث رأوا ترمذي بإسناد صحيح اقرأوا القرآن واسألوا الله به طيب إذن يجوز يعني خلوا الناس الشك حتى دينها يقول الآن إذا قرأت سورة البقرة بنية النجاح بنية النجاح ونجحت خاموا نجاح حرام لا حول ولا قوة إلا بالله تشككون الناس في دينهم وفي كتاب ربهم اتقوا الله ربكم اتقوا الله ربكم أخي الكريم يجوز واسأل الله تعالى أن يرزقك النجاح في الدنيا والآخرة اقرأوها على أي نية انتشاءون من أمر الدنيا والآخرة هنا أخ ذكر هو ليس سؤال ليس سؤالا إنما هو انتقاد يقول أنت يحدثني أنا تنظر بعين واحدة تذكر دور الصحابة في الهجرة ولا تذكر دور آل البيت شوف ألم أذكر في حلقة دور الصحابة رضي الله تعالى عنهم دور سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الهجرة ذكرته أم لم أذكره تريد أن أذكر دور الحسن الحسين مثلا لم يكنا قد ولد بعد في الهجرة رضي الله تعالى عنهم ولد بعد الهجرة كلاهما أو أذكر من ثم لا تزايدني على علي ولا تزايدني على أهل البيت فأنا ابنهم أتكلم عن أنت انتقدتني انتقادا شخصيا فأنا أدافع نفسي أولا دفاعا شخصيا ثم عن معتقدي لا تزايدني على أهل البيت أولئك أجدادي وأنا ابنهم ونسبي صحيح الموقع هذه مسألة المسألة الثانية في عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة حب آل البيت فرض ندين الله تعالى به ونتقرب به إليه ونلقاه عليه سبحانه وتعالى يعني حديث الكساء مروي في كتبنا في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم فضائل علي والحسن والحسين وفاطمة ونحن نقول بأن آل البيت ليس محصورا بهذا العدد أمهات المؤمنين كلهن من آل البيت بنص القرآن الكريم شاء من شاء وأبى من أبى آية إنما يريد الله ليذهب عنكم ويرجس أهل البيت ويطهركم تطيرا على فكرة هذه ليست آية كاملة جزء من آية بدايتها يا نساء النبي بداية هذه الآية طيب ولكن الله تعالى قال يريد الله ليذهب عنكم يذهب عنكم بالميم وليس عن كن ليدخل معهن الرجال من آل البيت الأصل أنها فيه نساء النبي ثم أدخل معه رجال لأن في آل البيت رجالا كعلي والحسن والحسين رضي الله وتعالى عنهم وإخوانه علي أيضا كعقيل وجعفر رضي الله وتعالى عنهم جميعا فشاهدنا على أنه لا تزايدون على مسألة على آل البيت لكن أنا أتكلم أنت تسأل على الإنصاف وتقول تنظر بعين واحدة نحن نتكلم عن فضائل آل البيت والصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا ما أمرنا الله تعالى به في القرآن الكريم بيني وبينك القرآن بيني وبينك كلام الله لا تقول لي كلام زيد وعمر بيني وبينك كلام الله تعالى هو الفصل ليس بالهزل وهو دستورنا المتفق عليه طيب الله تعالى أمرنا بحب المهاجرين والأنصار ومن أسلم بعد فتح مكة الله تعالى أمرنا بالترضي عنهم وترضيته أنا وترضيته أنت أو لم ترضى من نحن والله تعالى هو الذي قال رضي الله عنه ما رضوا عنه لكن آن أسأل أنت تبحث عن الإنصاف أنا ذكرت مواقف الآل والأصحاب اسأل علماءك ليت رضون عن الأصحاب هل يذكرون مواقف الأصحاب الموجودة على الأقل في كتبكم لا يذكرونها من هو المنصف ومن هو غير المنصف لا تزايدني على أهل البيت لا تزايدني على أجدادي طيب أخت تقول أنا كنت طفلة لا أعرف بالضبط كم كان عمري لكني كنت في الصف الأول المتوسط يعني 12-13 سنة بهذه الحدود كان أهلي يعاملونني معاملة سيئة وهناك مشاكل بين أمي وأبي في البيت وكانوا لا يعطونني أي مصرف فكنت أجوع وكنت أمد يدي على أكل الطالبات بدون علم وقد كبرت وأريد أن أكفر عن ذنبي ماذا أفعل علما أني لا أتذكر الطالبات ولا أتذكر ماذا أخذته أختي إذا كنت لم تبلغي بعد لم تبلغي سن الرشد مو 18 سنة سن الرشد هو البلوغ يعني أخي نقول المرأة اللي تبدأ تغسل إذا لم تكن قد بلغتها فلا تهتمي لأنك لم يجري عليك القلم بعد أما إذا كنت قد بلغت غالبا غالبا أو المتوسط يعني إما في بداية البلوغ أو بعدها مبالغة إذا كنت قد يعني إذا كنت بالغة فالآن استغفر الله تعالى وإدعي لمن كنت تأخذين منهن دون التعليم منهن وتصدقي بشيء اليسير تصدقي بما يسره الله سبحانه وتعالى واجعلي نية الثواب لتلك الفتيات لاحظوا إخواني هذه نتيجة التربية السيئة نتيجة لا أقصد أن البنت استغفر الله بالأكس البنت ما دام تسأل عن أمر دينها فهي على خير كثير لكن هذه نتيجة إهمال أبنائكم شوف أخي نصيحة لكل زوج وزوجة وأب وأم وحتى الأبناء والبنات المقابل المقابل يحتاج منك أموراً إذا لم يأخذها ربما يضطر أن يأخذها من غيرك الإنسان يحتاج العاطفة طبعاً وليس مبرراً هذا ليس مبرراً لامرأة تخون وتقول زوجي لا يكفيني لا هذا ليس مبرراً لكن نقول يا رجال ويا نساء من يشارككم الحياة الأب والأم من الذي يشارككم الحياة يشاركان بعضهما ويشارككم أبنائهم إذا حرمت ابنك من شيء فلا تستغرب أن يمد يده إلى غيرك إذا حرمت زوجتك وأنت إذا حرمت زوجك ويا أبناء أيضاً إذا حرمتم أباءكم من حق البر يعني توقع هناك أمور عكسية توقع أمور عكسية ليس مبرراً لكن هو تحذير لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بتأدية الحقوق إلى أهلها فهذه أمانات عندما يكون عندك مال وعندك عيال فنفقتهم أمانة في جيبك إذا لم تعطهم فقد خنت الأمانة وإن الله يمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا لم تنفق على أبنائك إذا لم تنفق على زوجتك فقد خنت الأمانة التي اتمنك الله تعالى إليها لرعيتك وكلكم راعاً وكلكم مسؤولون عن رعيته طيب أمو من أختي استغفر الله تعالى وتصدقي بثواب تلك الطالبات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك أخت تسأل تقول أخواتي يأتينا إلي وأنا أفرح بهن وأثق بهن وعندما يذهبن يتكلمن علي بسوء وأنا سمعت بأنهن يتكلمن عني بسوء هن وزوجة أخي لما سمعت بذلك حزنت حزناً شديداً بينتثبه إلى أخواتك طاعتك لزوجك واجبة يعني إذا منعك هو قد يكون آثماً بل هو آثم إذا منعك من صلة أرحمك لكن طاعته واجبة هو إثم بينه وبين ربه ما خلاش تطلعين لأن لا إلا حق المرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذي زوجها فبما أنه لا يرضى يحرم عليك الذهاب تمام يحرم عليك الذهاب وهو آثم لأنه قطع الرحم أما كونها كانت تحشي عليك كانت تذمت يسا غلط وصار وراح نبقى طول العمر نبقى طول العمر نوباتك إنساني قاطع قطيح طول العمر من وراء غلطة وحدة يتريد أن نبي مثلاً حتى ما يغلط ترى بس الأنبياء والملائكة ما يغلطون غلط غلطة يستغفر الله وتوب إليه حتى رب العالمين اليكفر بي وبعدين يتوم هم يسامحا غلط تبقى طول العمر شين القلوبة السود ثم من أكثر الناس يأجرم في صلة الرحم من وصل أرحى من قطعته صل من قطعك أما إذا هو وصلك وأنت ترجع تواصله أنت مكافئ له يعني قدم لك شيء وأنت كافئ لكن إذا قاطعك أو ذمك أو شيء وذهبت إليه لتصله هذا هو الوصال الأعظم وهذه صلة الرحم العظمى التي إن شاء الله ما قالها في جنات النهار حاولي أن تقنع زوجك بأن تذهبي إلى أختك أنت نيتك بالذاب إلى أختك أجر عظيم حلفت يميناً إذ فعي كفارة لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى بصلتك إلى أختك وتطيل عمرك وتكثر رزقك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه أن يبسط له في رزقه يعني ما قال يفتح له يبسط البسط يعني الشيء الكبير وينسأ له في أثره بمعنى أن يطول عمره أو يبارك في عمره فليصل رحمه مجرب والله مجرب أكثر الناس أطول الناس عماراً هم أوصلهم للرحم أخ يسأل يقول هل يزكى المال الذي داينته الدين نوعان قلنا الدين نوعان هناك دين مرجع وهو الذي يكون عنده ثقة مليئ مصطلح مليئ عند الفقهاء يعني عنده فلوس يعني ثقة مليئ عنده فلوس وتدري بيه شو وقت ما تقول له جيبهن جيبهن هذا يتزكى شو الفرق ما خليهن عنده ولا ما خليهن بالكنتور ما فرق هذا شو وقت ما تريد تسحبه وهذا شو وقت ما تريد تسحبه هذا يسمى الدين المرجع وأما الدين غير المرجع اما خليه عد واحده من هزم أو مسجون بسبب السقوك النازلة عالية أو قلك ما عندي أو ناكر عن عليك عموماً ما تقدر حصلهم هذا الدين لا يزكى هذا الدين لا يزكى إلى أن يجي من يجي زكي زكاة مرة وحدة لو عسما عشرين سنة يبقى تزكي زكاة سنة وحدة زين يعني هذا الحكم بالنسبة للمال الدين السبحة الكترونية الحاسبة التي تحسب الاستغفار حلال أم حرام حلال ما لا فرق السبحة الكترونية طالع أرقام أو السبحة اليدوية كل ذلك جائز لأنها ليست مقصودة بذاتها إنما هي وسيلة لمعرفة العدد تذكر كنت يوماً جالساً في الحرم في الحرم المكيش شريف قرب الكعبة المشرفة كان بيدي مسبحة فرأاني رجل كان يقرأ القرآن ينظر إلي باستمرار ثم أتى بالخيط خيط المصحف وغلق المصحف وخل الخيط حتى ما يتيه لو نواصل فقال لي ترك السبحة هذه بضعة سبح بأصابعك قلت لها أنا لم أتخذ السبحة تعبداً إنما لمعرفة العدد أنا ما أمخلها هي عبادة خاصة فقط لمعرفة العدد حتى ما تيه بالنسبة لأصابع ربما تيه لمن كان عنده ورد فقلت السبحة أيسر لي قال رغم ذلك بضعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها قلت له طيب هذا الخيط الذي في المصحف الذي وغلعته وانت وغلعت المصحف الآن أمامي هل كان موجوداً في أهد النبي صلى الله عليه وسلم الخيط خيط المصحف ليس موجوداً إنما هو وسيلة لمعرفة عدد الصفحات في أي صفحة انت توقفت وليس العبادة بذاته فكذلك هذه المسبحة وسيلة لمعرفة عدد التسبيحات كما أنه وسيلة لمعرفة عدد التسبيحات وسيلة لمعرفة عدد التسبيحات أرجو سكت ودار وجهه عموما يعني ليس فيها مشكلة إن كانت المسبحة الكترونية أو كانت بالخرز يعني أخون يقول كيف أتخلص من الوسواس الخناص هل يكون بالقرآن أم بالاستغفار أم بالمعوذات أم بالرقية الشرعية لا أدري إن كنت تقصد الخناص أم الوسوسة مرض الوسوسة الوسوسة الخناص هو يعد من الأمراض البدنية يدخل فيه الجانب الروحي لكن هو يسمى شلل النوم يكون عادة لمن ينام منزعجا أو ينام في جو غير مهيئ للنوم صوت مزعج أو ربما برد شديد أو ربما حر كنسان من الحار فتح المكيف وأؤخر الغضاء هناك بالليل وبرد وما يدرب نفسه يأتي الخناص شلل النوم مرض بدني يعني وقد يكون بسبب نعم بسبب عبث الشيطان في منام الإنسان أيضا قد يكون هذا السبب فبالنسبة لأمور البدنية هذه وفر لنفسك نوما مريحا لا تخلظه مفتوح النوم المريح من مقتضياته تكون ظلمة ألا يكون هناك صوت إزعاج ألا تكون في شدة برد أو في شدة حر أو في شدة هم تفكر فيه أثناء النوم حاول أن تنظف دماغك وأن تهيئ الجو المناسب عندئذ لن يأتيك الخناص الذي هو شلل النوم هذا الجانب البدني أما الجانب الروحي فاستعن بأذكار المساء صلي أوقات الصلاة بأوقاتها استعن بأذكار الصباح والمساء وبأذكار النوم لن يأتيك هذان الأمران تعالج فيهما الخناص الذي يكون عند النوم طيب بقيت عندنا أسئلة لكن انتهى وقت البرنامج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من نومكم صالح الأعمال صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبتم بخير ودمتم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله